نعم عبدالله السقف التوقعات دائما مرتفع في نادي الهلال الجماهير دائما نتبه البطولات بس الآن يمكن وصل حالنا مو بس نبي البطولات احنا نبي حتى المتعة الهلال متصدر وما خسر تقريبا بس عنده تعثرين تعادلين وفي صدارة الترتيب ولكن الى الان الضغوطات كبيرة على المدرب خيسوس بصراحة يعني انا ودي مثلا كل المدربي اللي في الدورة السعودي نحاول نحط لهم اعذار على القل في البداية نحن نشوف شنو العمل اللي ممكن رح يتدمونا لانه كنت في الصيف عملت عمل كبير يعني خصوصا الانديا اللي صار فيها استثمار كبير هذا الانديا تحتاج الى بعض الوقت نعم الاسماء اللي انضافت اسماء كبيرة واسماء انتوقع من الكثير ولكن الهلال بمجرد ما قلت الغلة التهديفية في المباريات شوف الانتقادات كبيرة على المدرب انا ودي فقط ان نصبر على المدربين وان كان هناك بديل لازم يكون بديل افضل يمكن الهلال اعتقد الاسامي المطروح حاليا في سوق انتقالات يمكن زيدان موجود كونتي في عدة اسامي كبيرة من الممكننا تأخذ الهلال ولكن السؤال يعني كل مدرب لها فكار هل المدرب هذا رح يخدم المنظومة او يخدم الاسماء الموجودة في نادي الهلال يعني تغيير يجب ان لا يكون لمجرد تغيير تغيير يجب ان يكون للافضل اشتركوا في القناة